السلام عليكم ورجعنا المحبوب الجميع أفضل شواية بالعالم هنا لازم تعامل كل لقم معاملة خاصة يكون فيها الثوم والطحينية والصلصة الحال وهذا اللي يميز المطعم ويخلي الطعم رهيب أصلا ولا الرز ناشف بدونه جربوا هالخلطة ودعولي والعافية عليكم السلام عليكم اليوم جربت سكاي برغر يقولون عندهم أرخص برغر بالشرقية عندهم برغر واحد والخيار اللي ممكن تعدله وإذا تبيه البرغر سنجل أو دبل أو تربل عن نفسي طلبت كل الأحجان أبدئيا الطعم رهيب وحاطين معه بصل مكرمل وجبن ومع الصوس حقهم صاير ولا غلطة ولا بد اللغوص شوي ونحط معه تشبس يجيكم كريسبي وتقدر تاخذه سبايسي أو عادي لا يفوتكم صراحة من المطاعم القوية من ناحية سعر وجود والحوم هم محلية أنصحكم تجربون تقدر تطلب وتسلم من فرعهم أو عن طريق تطبيقات التوصيل وبالعافية عليكم السلام عليكم اليوم رحت مطعم ثريد واحد من أحلى مطاعم المندي بالنسبة لي الرز حقهم رهيب ونكه تحل أخذ لك شوي دجاج وأكيد لازم شوي طحينية ودقوص تطلع لقم رهيب جربوه ما راح تندم يعيبهم بس سعرهم مرتفع شوي وقعهم الشرع الأول مقابل شواية الخليج وبالعافية عليكم السلام عليكم اليوم رحت مطعم عصيدة ومرج كثير منك مقترح علينا طلبت حبة مضغوط والصراحة رهيب وعجب بس مدري لي حسيت ماكصة شوية مل والعصيدة كانت حلوة بس يبيلك تحط ملح وغلفل وليمون على المرق وتصير ولا غلطة موقع بحي الندى وبالعافية عليكم السلام عليكم اليوم رحت مطعم لغويس ومنزلين شاورمة جديدة بالخبز المقمرة طعمها رهيب والتقميرة جاية صح بس إجمالاً الطعم ما اختلف كثير عن الشاورمة العادية وإذا جيت المطعم هذا لازم اطلب بطاطس لغويس يجي فيه قطع الشاورمة مع الجبن والبطاطس وأكيد برج لغيسة ضروري نطلبه كنت في فرع النزهة وبالعافية عليكم السلام عليكم إذا رحت الرياض ضروري أمر على بيت الشاورمة وكل مرة أجيهم ما شاء الله أشوف أصناف جديدة منزلينها صحن العربي شيء أساسي بالطلب لأن شاورمة هم ما عليها كلام والثوم سطولي من منيو الكرنشي طربت البرقر كان كريسبي وحلو ولو رجعت مرة ثانية أبطلبه وتويستر كان أقل شيء من بينهم بالنسب لي ومليان خس وطمار وختمتها بالفرايز مع قطع الشاورمة بالعافية عليكم السلام عليكم اليوم رحت واحد من ألذ وأقدم مطاعم البروستد مطعم الباسل طلبت البروستد العادي وأكثر شيء عجبني تتبيلتهم معطية طعم رهيب حتى البطاطس عجبني طعم وأكيد لازم معه الثوم والحمص عشان كل اللقم نغمسها كذا ضروري تجربون هالميكس الكتشب مع الثوم أجم الدجاجة كويس وسعره حلو مطعم صراحة يستاهل التجربة نوقعهم على شارع الأمير نايف وبالعافية عليكم قصر المظبي جابين لكم عرض قوي مع بداية السنة رص مظبي بتسعة عشر ريال بس ولا أحكي لكم كيف الطعم الدجاجة متقمرة ومبهرينها صح والرز نثري ورهيب ولا تنسوا بعد تأخذوا الجريش اللحم ومصقعة لا تفوتكم وطلبوها على ضمانتي وآخر شي تلحقها بكناف فنت في فرع الفاخرية وعندهم أكثر من فرع وبالعافية عليكم السلام عليكم جبت لكم أرخص مطعم يقدم البرغر والشاورمة مقابل جودة عالية وسعار البرغر تبدأ من 15 والشاورمة من 7 ريال أول شي جربت الشاورمة دجاج ولحم وصراحة بروح مع اللحم مع الطحينية كان شي رهيب ونجم الليلة كان برغر الأوكلهون وعلى فكرة هذا أول مطعم يقدمه وكان طعمه أسطوري ولمحبين الاستريبس حاطينها لكم بخبزة الشباتي كانت تجربة جديدة وحلت شي لكريسبي الشكل قدامكم يحكي من الأصناف الجانبية أنصحكم بالفاير كاب فرايز ودجاج مغرق أصوصات وأصابع الموزرلة ونختمها بالملك شك أطلب الأوريو ميكس والدعوني ووقعهم شارع عمر بن عبدالعزيز بسيهات بالعافية عليكم السلام عليكم اليوم رحت مطعم كارترست متخصصين بالمطبخ الإيطالي والهندي مكان جميل وديكورات مرتبة وحلوة أول شي جربت البيتزا وطربت الببروني والفطر وكانوا اثنين هم رهيبين والباستا كانت مرة حلوة مع الدجاج والترفل والريحان والحين ندخل على المطبخ الهندي تأخذلك من الرز البرياني حقهم الرهيب وتحط عليه شوي تكة مسالة ودعيل والدجاج بالزبدة لازم تطلبوه وتغمسوه مع خبز النان والتكة بالتندوري لا تفوتكم ولازم تأخذون سلطة الجرجير والبرتقال ووقعهم شارع أبو بكر الصديق وعندهم مواقف خلف المطعم السلام عليكم إذا مشتهي أكل هندي رافتار هو المطعم المناسب لأن المكان شرح مرتب وأول شي جربت البرياني الزجاج يجيكم بالشكل ذا وكان ولا غلطة وهذه المالاية تكة رهيبة وراهية والسكنتشر عندهم السمبوسة يا جماعة ضروري تطلبون كاري اللحم يذوب معك تغمسه بخبز النان صدقني بيعجبك وهذه صلطة رافتار جرجير وفراولة وزيتون وغيرها صب عليه صوس التوت لايفوتكم موقعهم بالخبر شارع المير تركي وبالعافية عليكم السلام عليكم يقولون مطعم المضياف عندهم أفضل مضي طلبت حبة ونوعين رز رز الأبيض البشاور ورز البرياني فعلا ما شاء الله الأكل كان ولا غلطة لذيذ والرز نثري واحلى شيء إنه خفيف على المعدة وما يغف وبعد لا تنسوا تطلبوا البامية من عندهم لأنها رهيبة مع رز البرياني صار مكس رهيب المكان مرتب ونظيف والموظفين محترمين وخدمتهم سريع كنت في فرع النزهة وعندهم أكثر من فرع بالعافية عليكم السلام عليكم مطعم فولو متميز بعدة موقع وأولها الديكور الجميع والفولو برقر يجيكم الدجاج الكريسبي ومعاه قطع ناتشوز لايفوتكم والكلاسيك داخل المخلل والصوص الخاص فيهم محبين الكلاسيك متأكد بيعجب واللحم عندهم نوعين الكلاسيك والماشروم الكلاسيك كان رهيب وجوسي والمحبين الماشروم تراه مليان ماشروم والميزة الثانية في هالمطعم الأطباق الجانبية عندهم جدا متميزين فيها وجديدهم منزلي لكم فولو فرايز اطلبوه على ضمانتي حلقات البصل وكرات الجبن كل واحد أحلى من الثاني موقعهم بالخبر بالعليا وبالعافية عليكم السلام عليكم أقوى مطعم من ناحية سعر وجوده فتحه وفرع جديد وتحتاروش تطلب من برقر الباربيكي واللي الـ 88 بولت اللي يجيكم بلحم البلاك أنقص ضروري تطلبون والدجاج عندهم رهيب متأكد بترجعو له تأخذلك السلايدر بعد احتيار والفرايز بالجبل مع قطع الدجاج ولا غلطة وهذه تجيكم محشية لحمة برسكت مدخن ومغرقة جبن والربيان مع التتبيل والصوص طلع شي قوي والبراوني بودنج أتوقع ما بتذقون حلقة لذ منه موقعهم بالعزية بالخبر وبالعافية عليكم